سترمد أكيد من ضمن الأولويات اللي أدنها هو التدريب لهذا أن مقولة بالجيش يقول التدريب ثم التدريب ثم التدريب وهذا ما نؤكد عليه القيادة العسكرية العليا سواء سيد معالي وزير الدفاع أو سيد رئيس أركان الجيش بما أنه قائدا للجيش وأحدى المعاونيات التي ترتبط به هي معاونية التدريب وأيضا لدينا نشر التدريب الجيش هذه النشرة تعمم سنويا على كل القيادات الأسلحة والقيادات ومراكز التدريب والكليات العسكرية ونعمل دائما على الحداثة في تدريب المنتسبين ضمن صنوف الجيش العراقي تعرف أن في الجيش هناك صنوف عديدة صنف المشات، صنف المدرة، صنف المدفعية، صنف القوات الخاصة، صنف الخدمات الأخرى أيضا ضمن نشرة التدريب هو ابتعاث الطلب العراقيين إلى خارج العراق لسواء الأكاديميات العسكرية أو للكليات الأركان أو حتى ضمن جامعات الدفاع والكثير من الدورات التي تزيناها سواء في صنف القوات الخاصة أو القوة الجوية أو طيران الجيش أو الهندسة العسكرية الكثير من هذه الدورات التي تم تعاقد عليها مع دول متقدمة في هذا المجال نعمل أيضا في مجال التكنولوجيا يعني إحنا اليوم مو فقط في السلاح يعني اليوم مو فقط عندي دبابة لكن يجب أن تكون هذه الدبابة بالمستوى الذي أريده ضمن التكنولوجيا التي موجودة بها أي سلاح اليوم أي سلاح أنت اليوم ممكن أن نجيب طائرة لكن هذه الطائرة بها أجهزة معينة إذا لم تكن في هذه الطائرة ما رح تستفاد أنت من هذه الطائرة لهذا نعتمد على الحداثة نعتمد على التكنولوجيا